الحمد لله رب العالمين السلام عليكم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما هناك من يسأل عن العدد الذي يجب أن نستغفر به يعني 30 ألف عدد كبير هذا لمن عنده وقت وصعب الإنسان يواضح بل 30 ألف اليوم و30 ألف يعطيك عديد من أشياء في حياتك بسرعة ومن بينها فتح البصيرة وأي شيء تريده يتحقق لك بسرعة ولكن صعبا يواضح بالإنسان على 30 ألف في اليوم وهناك العدد الأصغر هو 20 علشان هناك عديد من النساء تقوم بـ 20 ألف تستغفر لـ 20 ألف تستطيع مثال النساء خصانة التي ليست متزوجة وهي في المنزل نساء يستغفر لـ 20 ألف وهناك العدد الآخر هو 15 ألف هذا عديد من النساء تقوم به كذلك 15 ألف من يستطيع وهناك العدد المشهور الذي يقوم به عديد من الناس وهو 10 ألف 10 ألف من الاستغفار إذا وضبت على عشرة ألف من الاستغفار ترى التغيير في ضرف أسبوع سبعة أيام ترى عديد من التغييرات أما 30 ألف و 20 ألف هذا في ضرف ثلاث أيام عشرة ألف إن شاء الله ترى التغييرات في ضرف أسبوع إني لن تمر عليك 15 يوم حتى التغيير عديد من أشياء عشرة ألف من يستغفر عشرة ألف ويلتزم استغفار عشرة ألف هناك عديد من نساء واضب عشرة ألف وهناك العدد الآخر الذي أنصح بهنا يعني المجتهدين معرض أن يجتهد يعني يجتهد ويكون ما بين المجتهدين والمتكاسرين وهو خمسة ألف ألف وراء كل صلاة هذا مناسب لأي شخص يعني في الصلاة وراء كل صلاة استغفر لها ألف يأخذ منك عشرين دقيقة أعتقد ألف أو تجمع العدد مثلا تستغفر ألفين في الصباح وتلات ألف في الليل تستغفر خمسة ألف هذا العدد جيد ومناسب لأي شخص يعني كم من الوقت سأعتقد ساعة وأربعون دقيقة ساعة وأربعون دقيقة تأخذ تقريبا خمسة ألف ساعة وأربعون دقيقة ثم تقسموا على اليوم كله كما قلت ألفين في الصباح ألف وراء الظهر ألفين في الليل أو وراء كل صارت ألف خمسة ألف جيدة وكذلك هي ستسرع لك أي شيء تريده يأتيك بين يدك وجيدة يعني للمجتهدين جيدة جدا من أراد أن يدخل في عالم الاستغفاء والعدد الذي أنصح به أنه هو سهل جدا لأي شخص هو ثلاث ألاف هذا هو الذي أنصح به أي شخص مبتدئ يبدأ بثلاث ألاف يعني يستغفر ألف في الصباح وألف في النهار في أي وقت شاء وألف في الليل تأخذ عشرين دقيقة كل ألف تقريبا عشرين دقيقة ساعة من وقتك ساعة من وقتك ساعة وعشر دقائق تستغفر الله ثلاث ألاف هذه ثلاث ألاف تفرق عليهم كله لابد أن يستغفر ألف سباح ألف في الليل وألف في النهار ويكون يوميا يوميا سطرة تغيرات بسرعة كذلك والعدد المشعور للمتكسف هو ألف استغفرون ألف وهذا عدد يعني مشعور حتى هو يستغفرون الناس بألف يرون نتائج ولكن يعني أنا أنصح بثلاث ألاف أي شخص أراد أن يبدأ يبدأ بثلاث ألاف يستغفر ثلاث ألف ولكن عن المجتهدين الرطبة الثانية من المجتهدين هو خمسة ألاف والرتبة الأولى التي أنصح بها كذلك من أراد أن يستطيع أن يفعل هذا الوضع هو عشرة ألاف ألفين وراء كل الصلاة هذا تتغير حياتك مئة وتمانة درجة يعني إذا إذا وضبت على عشرة ألاف لمدة ثلاثين يوم تتغير حياتك مئة وتمانة درجة يعني ماذا يعني؟ تلك الحياة التي كانت عندك كلها تنقالب كأنك لم تكن في ذلك المكان الذي أنت فيه الآن يتغير الناس يتغير رزقك يتغير مكانك تغير صحتك تغير أفكارك كل شيء سيتغير هذا هو ضبط عشرة ألاف أربعين ومثلاثين يوم سترى العاجب أما الناس الذين يذكرون أشترون ألف ثلاثون ألف يرون نتائج بالسرعة في الضرف ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام يرون عديد من الأشياء وهو الاستغفار يحقق لك الأمنيات يعني ما تريده أنت يأتيك به ولكن ما تريده أنت وهو فيه خير لك إذا كان الزواج خير لك يأتيك بالزوج إذا كان المال خير لك سيأتيك بالمال إذا كان الأبناء خير لك سيأتيك بالأبناء يعني الزواج الأبناء يعني ما هو خير لك إذا كان الصفر خير لك ستسافر يحقق لك الأمنيات استغفار هو مفتاح لأي شخص وقاله عدد الذي عنصح به هو 3 ألف هو العدد الذي عنصح به أما هذا الذي لا يستطيع أن يذكر كاتير فيذكر العدد الذي يستطيع المهم تحضير النية ولكن صحبي 3 ألف ومن استطاع 5 ألف ومن استطاع أكثر 10 ألف ولكن 20 ألف 30 ألف أنا لا أقول كستواضب عليها يعني سيقيسك إرهاق أو يكون لك الشغل لن تستطيع المواضب علي 20 ألف أو 30 ألف صعب جدا مواضب عليها يوميا ف 10 ألف ممكن يواضب عليها 10 ألف ممكن يواضب عليها والذي لا يعمل ويكون في المنزل يوميا ولكن 3 ألف ولكن 3 ألف 3 ألف ليس هنا كي يعضر 3 ألف يا عباد الله 3 ألف ممكن طفل عنده عشر سنوات يذكر 3 ألف من السفر 3 ألف ليس هنا كي يعضر 3 ألف يجب أن يذكرها يعني أي شخص يريد أن يغير حياتك فليواضب علي السفر 3 ألف يواضب علي السفر 3 ألف يوميا ألف الصباح ألف الضرور العصر ألف دي يوميا بدون القطع وقت مسرك لا تقول لفلان وفلان وفلان لا تنصح الشخص ربما تنصح الشخص وذلك الشخص كما قلنا في فيديو سابقا يقول لك كلام معاكس لكلامك ويعطيك طاقة سلبية ويصبح يشككك أنت في الإسفار ولهذا أنت لا تنصح أي شخص استغفر بينك وبين الذي خلقك بينك وبين ربك فهمتم فقط استغفر وأطلب ما تريد استغفر وأطلب ما تريد والله يسهل لك الأمور هذا كل شيء أتمنىكم الخير وإلى اللقاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله